هذا هو الشرق الأقصى، مساحات شاسعة وموارد طبيعية كثيرة ومع ذلك غياب شبه كامل لإمدادات الغاز للمباني السكنية بلغت نسبة إمدادات الغاز في الشرق الأقصى في الخريف الماضي 24% فقط حيث أن المتوسط في روسيا هو 72% لذلك يصف الاقتصاديون خطط بوتين الكبيرة بالشعبوية والكذب لا يقتصر الأمر على لزوم إنفاق موارد ضخمة من أجل توفير البنية التحتية اللوجستية هناك لنقل موارد الطاقة فحسب بل تزيد المسافات الشاسعة أيضا التكاليف المرتبطة بتوصيلها إلى تلك المناطق أو أنكم تريدون الانتقال إلى هناك بالكامل ونقل العاصمة إلى الشرق الأقصى حسنا إذن روسيا ستبقى هناك وحدها ضمن تلك الحدود روسيا بوتين لذلك بالطبع هذا محظو راء إن خطط موسكو هذه هي نتيجة مباشرة للعقوبات الغربية السوق الوحيد المتاح لروسيا الآن هو آسيا ولكن لا يوجد هناك مكان للسلع الروسية ولا بنية تحتية مماثلة لذلك أوروبية بالإضافة إلى ذلك فإن التعامل مع الكريبلين يؤثر على السمعة ويهدد بتفاقم العلاقات مع الغرب ولذلك فإن جيران الشرقيين لا يرغبون في التعامل مع روسيا ويمكن ملاحظة ذلك بناء على الضيوف من بين كبار الممثلين لا يوجد سوى نائب رئيس لاوس ونائب رئيس وزراء الصين ولا يوجد أي رئيس دولة ومع أنه في العام السابق كان هناك رؤساء أرمينيا ومنغوليا ووفقا للخبراء فإن الخطابات حول تطور المنطقة قد تكون هادفة أيضا إلى استرضاء ديكتاتور كوريا الشمالية كيم جونغ أون الذي وصل إلى فلاديفاستوك للقاء بوتين هذا الأمر لا يجعلها أكثر واقعية أعتقد أن احتمال غزو كوريا الشمالية للمريخ أكبر بكثير من احتمال تنمية الشرق الأقصى لروسيا تحت حكم بوتين لقد أصبح الشرق الأقصى منذ فترة طويلة ملك العصابات الإجرامية المحلية حيث يسيطر الصينيون على تلك المناطق منذ فترة طويلة وسيستمرون في إدارتها ولذلك فإن حقيقة تذلله بهذه الطريقة أمام حاكم كوريا الشمالية تعني شيئا واحدا فقط أن أيام النظام الروسي أصبحت معدودة وأن الذل لا يتعمق والمصدر الرئيسي لهذا الذل والدمار هو بوتين نفسه ويريد لكريملين إقناع كوريا الشمالية بإعطائه أسلحة في أغسطس زار وزير الدفاع الروسي سيرجي شيغو بيونج يانج لهذا الغرض تهدف المفاوضات بين الدكتاتوريين في فلاديفستوك أيضا على وجه التحديد إلى حصول موسكو على أسلحة وذخيرة ووفقا لمصادر في صحيفة فينانشل تايمز فإن بيونج يانج قد تقدم لموسكو ذخيرة وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة وصواريخ باليستية قصيرة المدى ويمكن لروسيا بدورها أن تعرض على كوريا الشمالية الحبوب والنفط والتكنولوجيا العسكرية والأموال بالعمل الأجنبية وقد أعلنت الولايات المتحدة العواقبة التي ستتحملها الدولتين إذا تم التوصل إلى مثل هذا الاتفاق وأذكر كل البلدين بأن أي نقل الأسلحة من كوريا الشمالية إلى روسيا سيكون انتهاكا للعديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولقد قمنا بطبيعة الحال بتنفيذ عقوباتنا بقوة ضد الكيانات التي تمويل الأنشطة العسكرية الروسية وسوف نستمر في تطبيق تلك العقوبات ولن تردد في فرض عقوبات جديدة إذا لزم الأمر وهذه هي المفاوضات الثانية من نوعها بين فلاديمير بوتين وكيم جونغ أونغ المرة السابقة التي التقى فيها الدكتاتوريون كانت في عام 2019 في فلاديمستوك أيضا وصل رئيس كوريا الشمالية إلى مكان المفاوضات على متن قطار مصفح يشار إلى أن كيم جونغ أون لم يشارك في المنتدى الاقتصادي الشرقي دانيلا كوبزا، أميرة برحوش، قناة UATV Arabic ترجمة نانسي قنقر